طارق حامد أبو جبل بن شرقي شكرا يعني أكد المستشفى من طالب منصور مرارا أو قرر تأكيده للسابق بأن طارق حامد أبو جبل بن شرقي التلاتة خارج أسوار قلعة البيضاء التاني أكد المستشفى من طالب منصور تاني في تصريح ليه في مؤتمر صحفي أن التلاتة خارج أسوار نادي الزمالك طيب الأسباب يعلمها الجميع ولكن فيه أمور في النص بكل تأكيد يعني لازم نوضحها للسادة المشاهدين من أشرق بالخصوص يعني أشرق نادي الزمالك وجمهوره يعني ننتبه من الحزن الشديد بعد الخسارة من الوداد في آخر اللقاء هنا في القاهرة وضيع آخر فرصة للتواجه في دور التمجم كان فيه تصراحات للمستشفى من طالب منصور رسمية أكدها من أهم هذه التصريحات نتكلم وقال بنشرقي بمواطل في التجديد بنشرقي الدموعد هجدد في المغرب أثناء اللقاء بتاع الوداد بعدها هجدد في القاهرة أثناء اللقاء برضو بتاع الوداد باختصار الموضوع يعني عرضه طلب أنت لعب محترف هجدد رد بقى مش هجدد إيه المانع لكن لو زي ما أنت بتدور على مصلح ده كلعب لأ النادي كمان ليه احتياجاته وله رغباته وله أكيد الصفقات العازي يبرمها ليه في الفترة القادمة طارق حامد ممكن كانت تكلم منصور مطلوب منصور برضو قال أن طارق حامد أنا جبته من نادي سموحة بمبلغ كذا ولما جي كان المبلغ ضعف المبلغ هم بياخده في سموحة وفي الفترة الأخيرة للمصور في الزمالك كان رفع المقابل المادي بتاع طارق حامد ب16 مليون جنيه مش عارف اللعبة يعني أنا بتكلم في العام اللعبة عموما يعني السقف العلي زيادة مش بنشوف حيات دي في الملعب مش بنشوف المقابل بتاع السقف العلي ده في الملعب أبو جبل اتكلم وقال برضو أنا بكلمكم كل ده اللي بقوله تصريحات على ألسان مصور منصور مش جايب حيات من عندي أن اللاعب طلب أكثر من 30 مليون 32 أو 35 على ما تذكر يعني طب إيه المقابل الفترة الفاتتة جمهور الزمالك إيه اللي أخده من مقابل هل كان فيه بطولة أفريقيا اللي غايبة من 20 سنة حققها هؤلاء اللاعبين مثلا الموجدين في الزمالك ما حصلش يعني نقاط سلبية كتير بتدور في أزهان جمهور نادي الزمالك اللي حازين على ضياع سنة وراء أخرى في البطولات الأفريقية بدون الوصول إلى منصة التتويج الأفريقية على النقيد تماما على النقيد تماما ده اللاعب اللي يتقال عليه الشال في العين والنني يعني من جمهور الزمالك يقول كده اللاعب اللي تشال في العين والنني محمد عبد الشافي بيجدد لنادي الزمالك على بياض يعني في الوقت اللي عنا فيه بتخيلين في ظل هذه الأحداث يجي محمد عبد الشافي بيوقع لنادي الزمالك على بياض مش كده وبس ترجمة نانسي قنقر